إلى ذلك شددت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعضية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أهمية أخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور كبير في تعزيز المناع وأكدت الدكتورة سلمان أنه نظرا للظروف الرهنة التي تشهد فيها بعض دول العالم اكتشاف متحور جديد للفيروس وما تم رصده من إصابات في عدد من الدول يؤكد ضرورة استكمال الجرعات المحددة لكل تطعيم والمبادرة بأخذ الجرعة المنشطة حتى يتمكن الجسم من تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا وتعزيز المناعة داعية الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إلى ضرورة الإقبال لأخذ التطعيم والجرعات المنشطة منه لتجنب المضاعفات الخطيرة في حال إصابتهم بالفيروس ترجمة نانسي قنقر